قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من أتى عرافا فساء له عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ليس معنى ذلك أنه لا يصلي أو أنه يدعو الصلاة لا يصلي لكن سبحان الله انظروا لعظم جرم الشيء الذي يقدح في التوحيد ذلكم الشيء أسقط ماذا أسقط أجر وحسنات صلاة أربعين يوما كم في اليوم من صلاة خمس صلوات انظر بمجرد سؤال فقط لهؤلاء ومن ثم فإن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وتوبته مقبولة إن تاب إلى الله وأما ما ورد عند الطبراني من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين صباحا فإنه حديث لا يصح ترجمة نانسي قنقر